فقدت أثار الثلاثة الصحفيين إسبان بمدينة حلب شمال غرب سوريا منذ نحو عشرة أيام رئيسة اتحاد الصحفيين الإسبان إلسون جنزالس قالت الثلاثاء للتلفزيون الإسباني إن الحديث حالياً يدور عن اختفاء فقط وضافت أن الصحفيين الثلاثة دخلوا حلب في العاشر من تموز الجاري وفقد الاتصال معهم منذ الثاني عشر من تموز عندما كانوا بالمدينة الصحفيين المستقلين أنطونيوم بامبلييجا وأنخل ساستر والمصور خسيمانويل لوبيث وصلوا إلى سوريا لعمل تحقيق تلفزيوني وتخشى السلطات الإسبانية أن يكون الثلاثة تختطفوا وكان صحفيين إسبان اختطفاء في سوريا في 2014 وأطلق سراحهما في أذار الماضي بعد 194 يوماً في الأسر